من فيكم عارف ان احمد زاكي عاش قبل كده في الحياه الموازية او العلقل عاش التجربة دي وحكاها طيب انا المرة دي مش هحكيها بس انا المرة دي هسمعك كمان احمد زاكي بصوته عاش الحياه الموازية ازاي احمد زاكي من الممثلين اللي بيتصد rituals لان احمد زاكي لما بيتجسد اي شخصية انت فعلا بتصدق ان احمد زاكي ده يعني لو لعب ظابط انت مسدق لعب جواب انت مسدق لعب تاجر مخاطرات انت مسدق مصدقه. وزي ما قلت لكم انها هحكي لكم الحكاية بشكل سريع جدا وهسيب لكم تسجيل صوتي للفنان احمد زاكي بيحكي فيه التجربة كاملة ومش هشيل منها ولا حاجة. احمد زاكي بيقول في الاول انه في سنة التلاتين يعني اول مرة يحس انه روحه وهو عايد قاعد في مكان صاحي عادي خالص. اتحركت. وطلعت لفوق او اه يعني شاف بني ادم فوق اللي هو احمد زاكي شاف نفسه فوقيه. وبيبصله بطريقة غريبة وبعد كده مواقف حصلت هنسمعها معنا. المواقف التاني انه هو كان في المستشفى في لندن. ولما صلاح جاهين مات صلاح جاهين جاله وشافه وهم كانوا منعين احمد زاكي اي وسيلة تتصال عشان ما يعرفش ولما احمد زاكي دخل للرعاية وركزها بعد شوية كده الدول والتليفون عرفوا قبلها انه صلاح جاهين مات فاتصدم لانه شافه. اسابكم دلوقتي مع التسجيل الصوتي لفنان احمد زاكي وهو بيحكي حكايته عن العالم المؤسس. سلام عليكم. هل صحيح انك رأيت في نومك شفت في نومك كأنه روحك طلعت? انت بتاخد دلوقتي الناس قاعدين في خليك في البيت وانت هتدخلنا في حتة في كردور كده يعني مش عارف اه اه لان انا اي حد بيكلم في الحكاية دي ما ما كنتش بحاول اصدقه او اسمعه او اي حاجة لاني بتبقى خارجي عن نطاق العقل غتلم حصلت لي. حصلت معي. اه. انا واحد من الناس لما حدي قولي انا شفت روحي شافتني. انا ما مصدقش. حتى لو امي اللي قدت لي. حتى لو مين قال لي. حتى لو مقرأ كتاب. غتلم مش متخيل. مش 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 مصدق. ولما حصلت لي واجهو لها لحد ابقى مستغرب انه ازاي ممكن يصدقني. بس حصلت لي لان انا ممش هصدق اساسا. انا في يوم اه في الحر كده في في ظروف كنا في اغسطس. والتكييف كان عندي ده وانا عندي كم سنة تقريبا. يعني اه في التلاتين كده. نعم. يوم تلاتين. فالدنيا حر جدا وانا نايم. اه ف و و و و السرير بتاع كان ليه سقف كده. اه قضي مصد كده خشب. نعم. فلاقيت اه 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 ونايم. ومش واكل ونايم ولا في ولا فيش حاجة يعني غري. فلاقيت اه زى ما انت تبقى قعد كده وحسس بذاتك. حسس بنفسك. يعني مش دروت بص في المرأة انما حسس بكيانك يعني. فانا فجأة اه 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 لقيت اه اه انا بتفرج على حاجة. حاجة زي غزل البنات كده. اه طيف زي غزل البنات. فيه شأ يعني ملع محيين. وجميلة جدا. وبقولك القدق اتحر قوي. فـ و و شكل الحدي. يعني اه لطيف حاجة زي 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 دوخانك. غزل البنات بقولك. عارف غزل البنات ده اللي هو. اه. طبعا معرفت. وليه بتاعها كده واللي فوق ده شايف اللي تحت نايم بشكل كده يعني ففجأة اللي فوق الدنيا حر فوق ربيع يعني الجو ربيع جدا يعني فبسيط لقيت الهنا مرتاح جدا وجميل جدا وشايف حاجة متكومة عاملة كده وفجأة لقيت هذه الغزلة اللي هي راسي وجسمي بس بالشكل اللي بقولك عليه ده فجأة راحت دخلة فجأة كده وراحت نطراني من السرزقة دخلت ازاي ما عرفش فلاقيت ايه لان كان ده حاجة اللي فوق شايف حاجة مش حاجة حاجة مهملة كده فلاقيت نفسي روحت اترميت من على السرير بهذه العصبي عامل كده فانزلت في الشارع جاري مش عارف انا فين ولا كنت فين منزلت في الشارع جاري بحافي بالبجامة ورجعت تاني حطت نفسي تحت الدوش بالبجامة وش عارف ايه الحادثة اللي حصلت ديك فرحت اااااااااا واحت الديكاترينفسانيين وراحت الاشيخ الشعراوي قال لي ربنا بيحبك انه وراك حاجة بورهاش لحد دكاترينفساني قالوا لاعقل والمخ مش عارف ايه ومن اشعارف ايه الكهرباء ايه وبتعمل ايه ده قال لي حاجة علمية وده قال لي حاجة واسكت الى ان حصلت ودي اول مرة هقولها في برنامجك فانا اسكت على هذا الموضوع خالص مرت السنين عشر سنين كان بتجمعني مع ده بقى ابويا واخويا وصديقي وهو طلع حتى في التلازون قال لي ابني الذي لم انجيبه اه كان يقول انا بستغرب على ان ده يعني ان انا جبت عيلي ويبقى ده ولادي يعني طب ما فيه ولد انا حاس ان ابني الذي لم انجيبه فكان صديقي مع انه كان اكبر مني كان ابني وابويا وانا فكان فيه علاقة غريبة جدا حاسسني بشكل فانا كنت مرتبط به بشكل فضيع جدا فرحت اعمل عملية في لندن فالمهم بدخلت عملية العملية كان زلعة جهين ايامها اه بقرف في جرنان كده قبل ما اخش اعمل عملية فقال لك في العنان المركزة فقاله في العنان المركزة انا نزلت اجري كان معي صديق ايماد اديب وواحد من السفارة وكنا بنتغدة فانزلت جري على الشارع في لندن علشان اوقف تكس اروح المهندسين اختزلت انا في لندن افتكرت ان انا في مصر عاوز اروح في العنان المركز فطهد فخدوني عالبيت عندي عماد وابتدوا تصلوا بال فهم عارفين ماذا ارتباط صلاح بيا وماذا ارتباطهم بيا فابتدت ام صلاح وزوجته انهم يطمنوني وعارفين انا داخل عملية وصلاح كان قلان علي وزعلان عشاني فقالولي خش لا ده هو مرهق ده هو كذا ده هو مش عارف ايه وطمنوني فعلا دخلت عملت العملية فلما دخلت عملت العملية قعدوا اربع ساعات فيها ففي العنان المركزة فبفت عيني كده فبفتحت عيني فجأة لقيت نفس غزل البنات اللي كان من عشر سنين لقيت صلاح فبفت عينها كده بتكوين صلاح بس قلقة يعني كتل بي زي ما كون بيتطمن علي وراح ايه وشت فانا استغربت وقلت وفقفلت عناي وبعدين دخلت تاني اخدوني وسحبوني بقى عالقوضة في لندن كليميكو بتاع ومش حاوز اقول لحد حاجة يعني ابتدت ايه لاني كده العملية بقى وزامتة كفتحين بطني وزامتة اوه فانا بسيط لقيت مكسوفة اقول لحد الحكاية ايه مشغول وعاوز اتطمن عليه بس تعبان وبعدين قلت ايه ايه يمكن فبتلت احلل مع نفسي مهمش معقول راجل دين قال لي كذا ودكتور نفساني قال لي كذا فعادت اقول ايه يمكن دافل لا شعور عندي قبل ما اعمل العملية بفكر في صلاح وتعب فيمكن انا تصورت بس انا شفت ازا ما شفت وبعدين لقتهم شايلين مني من عندي التليفون وقالوا ايه ده اصده هو القانون بتاع لندن كليميكو فعادت شايليني وبعدين لقتهم عاملين كريدون علي ان انا محدش يخش يقول لي فانا اقول لهم ازا اصلاح اقول له كويس طوفين التليفون ما اصلا منوع دقات لما دخل الراجل وقال لي بلغوا الناس اللي كانوا معايا قالوا لي بلغوا انه صالح جاهين ماتوا بتاع فالراجل دخل قال لي احنا عايزين الدكتور قال له طب نستنش وقال له ما عليش عشان احنا بقى اتعبنا ان احنا بنحاصر الناس فالدكتور قال لي ايه ما عليش ابوك 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 مش عارف ايه 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 قلت في ايه فقال لي صالح جاهين مات المهم جيت مصر وانا مش عارف ايه اللي حصل لي مش عارف اقوله لحد الغت لما الجرح اتواقموا بتاع ودكتور عكشة جزارني هناك وبتاع وانزلت مصر ابتديت اعم ابحث لقيت صالح جاهين يوم ما مات في اللحظة اللي مات فيها كان يوم كذا في الساعة كذا نفس اليوم اللي انا عملت في العملية وفي نفس اللحظة اللي حصل ان انا قلت لا ده بقى لا هاسأل فيه كذا ولا هاسأل فيه كذا وهذي اللي شفته ده هو فعلا جان جاي تطمن ان فعلا الروح ممكن توصل تطمن على اللي بتحبه وتطمن على كذا فده من ضمن اسرار حياتي بس انت بقى خلتني اقولها اشتركوا في القناة